ترجمة نانسي قنقر 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 يستمرع نانسي قنقر الأولى الثانية الثالثة وتضرب كمان فإنت إذا جيت سويتها في اللحظة اللي يجي يضربك فيها العدو رح يسوي تشارج الثالث أو الأخير فكما تشوفين بس دقيقة شفتو بسرعة سواها فهذا يعني باسيف حلو يسوي لك كده الدمج وكاونتر مرة حلو فالدمج حقتها هي اعتمد كما قلت لكم على نسبة الديفنس اللي إنت معطيه ليونجي والباسيف الثاني اللي هو بريكن كونفنشن طبعا هذا الباسيف مرة حلو باختصار يقول لك إذا أنت سويت الألمنت البورس حقتها طبعا لما تسوي دقيقة بس أشرح لكم إذا سويت الألمنت البورس كما تشوفون هنا زي الأعلام كده فلاكز يلفون حوالين الشخصية فهذه الفلاكز لما أنت تسويها رح ياخد نسبة من الدفاع حقتك على حسب العناصر اللي أنت بسويها كيف يا خالد؟ رح أشرح لكم الحين فمثلا إذا كان عندي أربع شخصيات من نفس العنصر مثلا إيتو يونجن نويل وقورو رح ياخد 2.5 من الدفاع حق يونجن ويحولها إلى نورمال أتاك للشخصيات أما إذا كان عندك مثلا شخصيات نار مثلا بينت ويونجن ونويل وقورو فرح ياخد 5% من الدفاع حق يونجن ورح يحولها إلى نورمال أتاك عرفتوا السلفة كيف؟ فإيش مر حلو؟ فأنا كما تشوفون أنا مسوي هنا في التيم وعنصر موية ونار وهواء وكمان حجر فلما أسوي الألمنت البورست حقتها رح ياخد 11.5 كما قلت لكم من الدفاع حقتها ورح يحوله إلى نورمال أتاك هذا الشي رح يفيد مر الشخصيات والباسيف الثالث اللي بصراحة مهم في كثير شخصيات تسويه مثلا زي ديونة وكدا يقول لك إنه في تشانسي 12% رح تاخد دبل الأكل إذا طبختهم وكدا فيعني إشي حلو؟ وإن يجي الحيل للأسلحة طبعا أفضل سلاح ليونجن اللي هو الفافونيس لانس يعطي إنرجي حلو وكمان بيس أطاك حلو وكمان الباسيف حقتها يساعدك عشان تعبي الألتميت حقتك بسرعة وتسوي لها سبام وفي خيار ثاني اللي هو بروتوتيب ستار غليتر يعطي كمان كمية من الإنرجي حلوة وكمان بيس أطاك حلو يعني بس الباسيف حقته صراحة ما يفيد شخصيات يونج اللي أنه يعتمد شويتين على إنك تستخدمه لشخصيات اللي تكون دي بي اس في اللعبة لأنه لما يقول لك لما تسوي الإلمتل سكيل رح يزيد نورمل وتشارج أطاك الدمج 8% فما رح يفيد يونجن حنا هم من الحين إنرجي للتشارج لسلاح فأي سلح عندك فيه إنرجي للتشارج كمان في سلح حق شلس مهدا اللي هو سكي ورد سباين ينفع مرة إلها وكمان دي كاتش هذا مرة أسطوري فالحين رح نبدأ بترتيب الأسلحة ما الأفضل إلى الأسوأ أول شيء اللي هو الفورونيس لانس ثاني شيء اللي هو سلح دي كاتش وثالث شيء البروتو تايب ستار قليتر ورعب شيء وأخيان اللي هو سكي ورد سباين فإذا عندك أي من هادول لأسلحة بس تركبها معاها ورح تأدي لك الغرض ونجي الحيل للأرتفكتات طبعا الأرتفكتات هاسك أوف أوبلنت دريمز هذا أفضل خيار إلها أول شيء لما تركب قطعتنا رح يزيد لك الديفنس 30% وعندما تركب أربع قطعت رح يعطيك ستاكات وهذه ستاكات مع مرور الزمن رح تزيد لك الديفنس حقتها فهذا إشي مرة حلو فرح نجي عند الوردة طبعا الوردة ما تتتغير دائما تكون اتش بي بس حاول إنك تركز في ستاتس لي تكون تحت إنها تكون ديفنس كذلك الريشة تكون مرة أطاك بس حاول إنك تركز في ستاتس لي تحت تكون ديفنس كمان بس هادولي ثلاث خيارات لي باقيات لك ديفنس 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 هاد الشي رح يزيد لك النور الأطاك بشكل أ واخر شي اللي معانا اللي هو الكونسليشنز طبعا اللي لازم انك تركز عليه إنك تجيبها اللي هو الكونسليشن الثاني والثالث والسادس الكونسليشن الثاني لما تسوي الهلمنت البرست رح يزيد لك النور ما لأي تكون دمج للشخصيات بنسبة 15% لمدة 12 ثانية الكونسليشن الثالث يزيد لك الـ Elemental Burst 3% هدا الشي إشي مرة حلو وآخر شي اللي هو الكونسليشن الثالث واللي مرة مهم رح يفيد شخصيات اللي تستعمل نور الأطاك وكذا لما تسوي الالامنت للبرس حقتها رح يزيد لك الاتاك سبيد بنسبة 12% فهذا الشيء ما رح يلو صراحتها انا اتمنى لو تكون عندي كونستلاشن 6 بس ان شاء الله بحاول اجيبها مستقبلا فبعد ما سويت شرح عن شخصية يونجين الحين رح نجي نشوف دمجها او البف اللي تسويه مع شخصية اياتو فالحين رح اجي اجرب شخصية اياتو لواحده وبعدين بنشوفه مع يونجين استاقيقا نسوي كده هيا الله اوكي رح نشوف الحين دمج اياتو اوكي ستة تالاف سبعة تالاف وتسعمية اوكي سبعة تالاف وتسعمية تقريبا تمانية تالاف اوكي نقول انه تمانية تالاف سويت دمج وتقريبا ننقص نص سهلة فالحين رح نجي نجي نجرب اياتو مع يونجين يلا يلا التمت يونجين اياتو يلا نشوف كم رح يسوي اوكي 14459 اوكي ويل يدمج 940 ألف بأيطو هذا الشيء لسه ما عطت لو كراونو كده يعني بالراحة يبدأ انه يوصل 50 ألف وفوق ويل فالحين بنجرب يونجن مع نويل ونشوف كم رح يقدر انه يزيد دمجها يلا نسوي كده يلا نشوف دمج نويل عادي يجب أن نجرب لا يجب أن نجرب يجب أن نجرب سوف نجرب أكثر 1 2 1 1 يعيش أخوض جميعا اتبعوا الان اتبعوا الان اشتركوا في القناة اتفاق جيداً اتفاق جيداً اتفاق جيداً اتفاق جيداً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او مع السلامة بيس اوت